السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الصف الاول السنوي اهلا بكم في حل اختبار رقم تسعة اهلا بيكم يلا بينا نبدأ الحل على طول يلا بينا اهلا بيكم مرة تانية في الاختبار التاسع بقول لي السؤال الاولاني بقول لي الجسم وزنه على سطح الامر ده وزن الجسم على سطح الامر فانقول ده الوزن على مين يا شباب على الامر قال لي في اذا كانت النسبة بين شدة مجال الجاذبية عند سطح الامر وشدة مجال الجاذبية عند سطح المشترى هي 2 على 3 يعني G على الامر على G على المشترى بتساوي كم؟ قال لي بتساوي انها النسبة دي 2 على 31 يعني النسبة بين مجال الجاذبية على الامر الى النسبة بين مجال الجاذبية على كوكب المشترى بتساوي 2 على 3 فإن وزن نفس الجسم على سطح المشترى يساوي طبعا إحنا عندنا شباب الوزن بيساوي m g الكتلة في عجلة الجاذبية طبعا الجسم هو نفس الجسم يعني كتلته سابتة فلو أنا خدت الوزن على السطح الأمر على عملتها نسبة كده النسبة بين الوزن وعجلة الجاذبية علاقة طردية يعني أنا هقول الوزن على الأمر على الوزن على المشترى هيساوي g على الأمر على g على ايه يا شباب على المشترى تمام هابدأ أعملها نسبة هنا دي كده الوزن على الأمر قال لنها ب160 ايه ب160 على الوزن على كوكب المشترى قال لنسبة دي بتساوي 2 على 31 طبعا إحنا محتاجين مين يا شباب محتاجين الوزن على كوكب المشترى طبعا طرفين في وسطين يبقى 161 في 31 على الاتنين يبقى في الحالة دي هقوله أن الوزن على كوكب المشترى هيساوي 160 في 31 على الاتنين وأبدأ بقى أستخدم الألة الحزبة وأجابة بالألة الحزبة هتطلع 2480 نيوتن يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتنا هتبقى g ده كده السؤال الأولاني نيجي للسؤال الثاني بقول لي إذا زادة سرعة الجسم مثلي كويمتها يعني يعني ايه معنى كلمة مثلي كويمتها مثلي كويمتها يعني حصل تضاعف يعني السرعة حصل لها تضاعف فإن طاقة حركته طبعا أنا عندي طاقة الحركة القانون بتاعنا اللي هو الكي ايه بيساوي نص mv تربية على mv تربية طيب هنا قال لي السرعة تضاعفت يعني السرعة دي العلاقة بين طاقة الحركة والسرعة علاقة ترضية فلما السرعة تضاعفه في عندي تربيع يبقى في الحالة دي طاقة الحركة هتزداد لاربع أمثلها لأن التربية ده هيجعل اتنين يخليها اربعة يبقى في الحالة دي هقول له انها تزداد لاربع أمثل السؤال اللي بعده بول الشكل البياني يوضح العلاقة بين الكوى الفقية المؤثرة على جسم ومجدار الازاحة التي يتحرك الجسم بفعل هذي الكوى فإن الشغل المبزول طبعا هنا قادي الكوى 6 والمسافة اللي مشيها 3 طبعا احنا المسألة دي تعويض مباشر هو عايز الشغل يبقى الشغل بيساوي الFD يعني بيساوي الF هنا 6 في المسافة 3 طبعا 3 في 6 بكما شابه 18 18 18 جول يبقى اللي جابة صحيحة بتاعتنا 18 جول ده مسألة من المسألة البسيطة اللي هي تعويض المباشر نيجي للمسألة اللي بعدها بولي أمر صناعي يدور حول كوكب بسرعة ده كده اللي هي السرعة المدارية في مدار نصف كتره ده نصف كتر المدار فده كون كوكب كتلة الكوكب هي يبقى هو عايز مين يا شباب عايز كتلة الكوكب يبقى ومديني طبعا ثابت الجذب العام ثابت الجذب العام يبقى أنا عنده سرعة عند نصف كتر وعندي ثابت الجذب العام محتاج مين يا شباب محتاج كتلة الكوكب هنجيبها ازاي؟ طبعا الجسم بيدور في مصار دائري يعني معنى كده ان العجلة المركزية بتساوي شدة مجال الجذبية وده بيساوي الفي تربيع على الار تماما شباب واحنا عارفين ان شدة مجال الجذبية بيساوي ثابت الجذب العام في كتلة الامر على المربع نصف الكتر يبقى أنا هاخد مين بقى هاخد العلاقة دي استخدمها عشان اجيب منها كتلة مين؟ كتلة الكوكب طبعا التربية ده هيروح مع الار وابدأ بقى أنا عايز الام هضرب طرفين في وسطين هقول له ان كتلة الكوكب بتساوي الفي تربيع فيه ار على جي جي وابدأ اعود بقى بالارقام لما عود بالارقام السرعة طبعا هنا اتنين فيه عشرة بس الخمسة كل ده تربيع فيه نصف الكتر نصف الكتر اللي هو ستة وسبعة من عشرة فيه عشرة والسربعة خلي بالنا ان هو بالكيلومتر فلازم هحوله بالمتر فهضربه في عشرة والس تلاتة كمان عشان هحوله من كيلومتر المتر بعد كده هقسم على ثابت الجذب العام اللي هو ستة علامة ستة سبعة فيه عشرة والس سالب حداشر وابدأ بقى بالقالة الحسبة استخدمها عشان اطلع الليلة دي كلها هتطلع بالضبط أربعة علامة صفر واحد سبعة تسعة فيه عشرة والس تمانية وعشرين كيلو جرام يبقى في الحالة دي طبعا هنا الاجابة بتاعتنا هتبقى هو هنا قرب قربها اللي هي اربعة واثنين من عشرة وعشرة والس تمانية وعشرين يبقى في الحالة دي الاجابة بتاعتنا هتبقى ده كده سؤال الرابع في الصفحة في الاختبار التاسع نيجي للسؤال اللي بعدين السؤال الرقم خمسة بولي جسم كتلته ده الكتلة على سطح الامر فان وزنه على سطح الارض يساوي علمت بأن سابت الجاذبية بتساوي عشرة متر لكل ثانية طبعا ده مسألة تعود مباشرة وسهلة جدا لان طبعا هنا الكتلة على سطح الامر بتساوي 40 والكتلة كده كده بتساوي مقدار سابت الكتلة كده السابتة سواء امر او ارض او اي مكان فهي كده كده اي سابتة طبعا الوزن بيساوي الكتلة في عجلة الجاذبية يعني بيساوي الكتلة 40 في عجلة الجاذبية بتساوي 10 يبقى 40 في 10 بربعمائة نيوتن يبقى لجابة الصحيحة بتاعتنا ربعمائة نيوتن سؤال الرقم 6 بقول الشكل البياني وعبر عن العلاقة بين طاقة وضع جسم يسقط سقوط حر وبعده دي عن موضع الاصلي فلوانا جيت هنا كده هقول عليه البعد الاصلي فالجسم عمال ينزل سقوط حر نازل لأسفل يبقى معنى كده المسافة اللي هو عمال يزدها من فوق لأسفل عمالة بتزيد طيب ومعنى ان الجسم عمال بينزل لتحت يبقى عمال يقرب من سطح الارض ففي الحالة دي طاقة الوضع بتبقى بتحصل لها ايه عمالة بتقل يبقى في الحالة دي يا شباب ان العلاقة بين طاقة الوضع والمسافة من الموضع الاصلي ده هتبقى علاقة عكسية لاتنين عكس بعض لان الجسم عمال ينزل لتحت فالمسافة عمالة بتزيد وهنا طاقة الوضع عمالة بتقل يبقى هنا هتبقى علاقة بينهم علاقة ايه علاقة عكسية بما انها علاقة عكسية يبقى احنا ناخدين بالنا يا شباب ان طاقة الجسم نزل لتحت فالمسافة عمالة بتزيد وطاقة الوضع عمالة بتقل يبقى العلاقة بينهم علاقة عكسية يبقى الاجابة الصحيحة هنا دي وناخد بالنا من حاجة ان طاقة الوضع بتساوي ده كده طاقت الوضع علاقة طردية بين الارتفاع فمعنى كده هل ارتفاع ده اللي هو ده ناخد بالنا لأ لان الجسم هنا نازل لتحت فالمسافة من موضوعه الاصلي لتحت هنا عملة بتزيد انما الارتفاع ده اللي هو المسافة بين سطح الارض وارتفاع الجسم فالعلاقة دي علاقة طردية انما هنا هتبقى علاقة عكسية فناخد بالنا من حتة دي اوه السؤال اللي بعتقوا بقول الجسم يتحرك فيه مصار دائري ثابت فده يكون اتجاه عجلته طبعا الجسم لما بيتحرك فيه مجال دائري طبعا ده كده بيبقى اتجاه الكوة الجذبة المركزية اللي هي fc وده كده اتجاه السرعة الممسية بتبقى للخارج طيب العجلة فين طبعا من قانون ال fc بتساوي m ac فاتجاه العجلة بيبقى في نفس اتجاه الكوة المركزية والكوة المركزية بتبقى اللي في اتجاه مركز الدوران يبقى الاجابة بتاعتنا هيكون اتجاه العجلة في نفس اتجاه مركز الدوران في نفس اتجاه مركز يا شباب الدوران ده كده سوائر رقم 7 نيجي لسوائر رقم 8 بولي سقط جسم سكوطا حرا ففي اللحظة التي تكون فيها طاقة وضع اقل من طاقة وضع لحظة سكوته بمقدار 100 تكون طاقة حركته مساوية لكام طيب تعالوا نشوف كده جباب انا عندي جسم هيبدأ ينزل سكوط حر من على ارتفاع وليكن اتش في الحالة دي الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع تمام قال لي هو هينزل لتحته ونحن عارفين ان هو نازل لتحت طاقة الوضع عمالة بتقل وطاقة الحركة عمالة بتزغب وفي كلا الاحوال الطاقة الميكانيكية مقدار سابت قال لي في لحظة معينة ان طاقة الوضع دي هتساوي هتساوي ايه قال لي انها بتقل عن طاقة وضعه الاولى بمقدار 100 يبقى في الحالة دي ده لو سميتها طاقة الوضع واحد ده كده هتبقى طاقة الوضع اثنين يعني بتساوي طاقة الوضع بتاعته ناقص 100 هنا في الحالة دي عايز طاقة ايه طاقة الحركة طيب ما هنا كده الطاقة الميكانيكية فوق طيب لو جد الطاقة الميكانيكية تحت كده كده هي مقدار سابت اللي هي بتساوي مجموعة طاقتين الوضع والحركة ده كده الطاقة ايه الحركة طيب ما الطاقة الميكانيكية دي هي نفس الطاقة الميكانيكية دي يبقى ساوي الجزء ده بالجزء ده يبقى كده هتبقى الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية فوق بتساوي طاقة الوضع فوق بي واحد هتساوي طيب طاقت الوضع اللي هي في الحالة دي بتساوي طاقت الوضع فوق ناقص مياه يبقى انا هقوله ان دي بيتساوي بي واحد ناقص مياه كل دى زائد طاقت يا جباب طاقتالحركة طيب انا محتاج مين طاقت الحركة هاخد الجزء دة هنقله اليمة التانية باشارات مخالفة فطاقت الوضع هنا بالمجب هتروح اليمة التانية بالسالب ولما تبقى بالسالب طبعا هيروحوا مع بعض والمية هنا بالسالب هودها اليمة التانية بالموجة فهيبقى في الحالة دي هنوصل ان طاقة الحركة بتساوي 100 جول يبقى هنا هنقول انها بتساوي كما شبابة بتساوي 100 جول يبقى اللي جابة بتاعتنا هتبقى بقى نيجي للسؤال اللي بعدين السؤال اللي بعدين بيقول لي الشكل المقابل يوضح جسم يتحرك في منحنة على شكل نصف دائرة بسرعة سابتة فيزة قطع المنحنة 8 ثانية يعني الجسم ده خاد 8 ثانية عشان يقطع نصف المنحنة ده اعنى انه هنا في الحالة دي عمل نصف دائرة تمام والزمن ده زمن نصف دائرة يبقى في الحالة دي لو انا عايز الزمن الدوري يبقى هيساوي 2 في 8 يعني هيساوي 16 سانية تمام قالي فان السرعة الممثية للجسم تساوي هو عايز السرعة الممثية طبعا انا عندي السرعة الممثية اللي هي V بتساوي اتنين باي ار على تي طيب تعالوا نعود طبعا هو هنا عايزها بدلالة الباي والار يبقى انا هقول ادتو باي ار زي ما هو واشيلة تي الزمن الده وراحط مكانها ستاشر اها طبعا واختصر على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها التمانية يبقى يطلع هنا باي ار على تمانية ده طبعا السرعة ايه السرعة المسير اللي هي بالمتر لكل ثانية يبقى بتساو باي ار على تمانية يبقى الاجابة بتاعتنا باي ار على تمانية يبقى هي دي ده السؤال رقم كيف شباب سؤال رقم تسعة نيجي لسؤال رقم عشرة سؤال رقم عشرة بقول لي كرة معدنية كتلتها ده الام بتاعتها تطور في مصار دائري افكي نصف كتره وخلي بالنا ان هو بالسنتيمتر اللي هو ار بمعدل مية وخمسين لفة يعني ده ان اللي هو عدد اللفات كل نص دقيقة يعني في الحالة دي تي بتساوي كام بتساوي نص دقيقة يعني بتساوي 30 ثانية فان الكوة الجذبة المركزية يعني محتاج الاف سي اولا انا هجيب الاف سي ازاي انا محتاج الزمن الدوري هقول ان الزمن الدوري بيساوي تي على ان بيساوي طبعا التي هنا 30 ثانية على ان اللي هي مية وخمسين وابدأ اجيبها بالقل الحسبة هتطلع بتساوي واحد على خمسة ثانية ده كده الزمن الدوري بعد كده هجيب السرعة الممسية اللي هي في بتساوي اتنين باي ار على تي وابدأ اعوض اي دي الاثنين واسيب الاباي زي ما هي وحطها في الالة الحسبة في الار هنا خلي بالنا ان هو عشرة سنتيمتر فاقسمها على مية عشان احوالها المتر فاطلع واحد من عشرة على التي الزمن الدوري اللي هي واحد على ايه شباب واحد على خمسة وابدأ اجيب كل ده بقى بالالة الحسبة طيب وبعد كده هقولي بقى هقول ان الاف سي بتساوي ام في تربية على ار ام بتساوي في تربية على ار وابدأ اعوض بقى هاخد القيمة دي اللي هي تطلع بالالة الحسبة اجيبها طبعا دي لما نجيبها هتبقى 3 و 14 من مية طبعا متر لكل ثانية هابدأ اعوض هنا كده اقول ان الكتلة عندنا الكتلة هنا بتساوي كم خمسة من عشرة في السرعة اللي احنا جايبينها 3 و 14 من مية على الار الار هنا اللي هو نصف الكتلة اللي احنا لسايلينه اللي هو واحد من عشرة وابدأ اجيب كل ده بقى بالالة الحسبة طبعا هو هنا جايبها بدلالة يا شباب جايبها بدلالة باي فانا بما انه جايبها بدلالة باي فاحنا ممكن نعمل حاجة تانية بقى عشان من نجيبها بدلالة باي فانا اعمل ايه اولا هنشيل كل ده كده لان احنا عايزينها بدلالة يا شباب بدلالة باي وبدل ما اعوض هنا هابدأ اعمل ايه بقى هعمل حركة تانية ان انا هشيل الفي تربيه وحط الكيمة بتاعتها دي يبقى في الحالة دي التربيع هينزل على الاتنين يخليها اربعة وينزل واد الام وينزل على باي يخليها باي تربيع وينزل على الار تبقى ار تربيع بس في هنا ار تحت في المقام فيروح معها يبقى هنا ده يبقى ار على تي تربيع اللي هو الزمن الدوري وابدأ عوض بقى بس هسيب باي لان هو هنا عايزة بدلال باي بس خلي بالنا ان في هنا باي تربيع يعني معنا كده الاجابة دي والاجابة دي مش هيبقوا معنا يبقى ادي اربعة في الام كام خمسة من عشرة في زق النصف الكتر هنا اللي هو واحد من عشرة في باي تربيع على الزمن الدور اللي احنا جايبينه اللي هو واحد على خمسة كل ده تربيع وطبعا بقى اجيبها بالالة الحسبة هتطلع معنا خمسة باي تربيع ان يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى دل ده كده السؤال رقم عشرة واخر سؤال في الاختيارات نيجي للسؤال الحداشر بولي الشكل المقابل يوضح اربع كتل متصلة بوسطة خيط مهمة للكتلة يتم سحب الكتل على سطح حاملس مهمة الاحتكاج بوسطة قوة افقية اللي هي افردت بتصاعديا الكتل الكتل تبقى العجلة طبعا الكوة اللي هي دي اللي بتأثر على الاربع كتل دول بما ان الكوة المؤثرة على الاربع واحد هي نفس الكوة يبقى الدول كده بيتحركوا بتحت تأثير نفس الكوة يعني بتحركوا بنفس السرعة يبقى في الحالة دي الاربع كتل دول لهم نفس العجلة اللي بتحركوا بها يبقى في الحالة دي هقول أن A1 هتساوي A2 هتساوي A3 هتساوي A4 ليه؟ لأنهم بتحركوا بنفس من يا شباب؟ بنفس A بنفس القوة لأنهم مربوطين بنفس الخيط فالاثنين بتحركوا بنفس القوة والاثنين ماشيين بنفس السرعة يبقى بالتالي هيبقى لهم نفس العجلة نيجي للسؤال اللي بعده بل يكتب العلاقة الراضية التي يعبر عنها شكل بيانة ومساوية من الخط المستقيم لكل من طبعا ده هنا كده الوزن وده كده الكتلة فاحنا عارفين أن الوزن بيساوي مين يا شباب؟ بيساوي الكتلة في عجلة الجذبية طبعا لو جينا نجيب الميل هنا يبقى الميل هنا بيساوي الميل بيساوي الوزن على الكتلة وده بيساوي طبعا هنا دلتا W على دلتا M اللي هو تغارف الوزن على تغارف الكتلة وده هيساوي مين يا شباب؟ يبقى الميل هنا في الحالة دي هيساوي G اللي هو عجلة الجذبية الارضية طيب نيجي هنا ده علاقة بين الأي والأف طبعا ده قانون نيوتن التاني يعني الـ F بتساوي M A فهنا علاقة بين الـ A والـ F لو جينا نجيب الميل يبقى الميل في الحالة دي هيساوي دلتا A على دلتا F ودلتا A على دلتا F ده بيساوي 1 على M يعني مقلوب الكتلة ده كده السؤال الرقم 12 السؤال الرقم 13 بولي وفقا لنموذة كبور لتركيب الزر يدور الإلكترون حول النوافع في مدار دائري منتظم نوضح لماذا لا تبزل القوة الجاذبية المركزية شغلا على الإلكترون طبعا احنا عندنا النواية موجودة في النص كده فيها بروتونات موجبة ونيوترونات متعدلة والإلكترون بيدور حول النوافع في مصار مصار دائري طبعا القوة الجاذبة المركزية بتكون عمودية على تجاه الحركة ماشا شباب؟ بيكون عمودية على تجاه الحركة فبالتالي بيكون الزاوية بينهم مقدارها 90 وزي ما احنا عارفين ان كوزين 90 بتساوي 0 يبقى هنا لما اكتب سؤال زي كده اقول له لي يا شباب اقول له لان القوة الجذبة المركزية بتكون يا شباب تكون عمودية على اتجاه الحركة تمام هتكون عمودية على اتجاه الحركة وابدأ اقول له بقى ان سيتا بتساوي 90 وي كوزاين 90 بيساوي صفر فبالتالي الشغل اللي هو بيساوي FD كوزاين 90 هيساوي صفر يبقى في الحالة دي القوة لا تبزل شغل لان القوة تكون عمودية على اتجاه الحركة ده سؤال رقم 13 نيجي لسؤال رقم 14 بقول لي لا يحدث تصادم بين امرين صناعيين يتحركان في نفس المدار يعني لو انا افترضت كده ان ده مدار حول الارض في امر صناعي هنا موجودها ولا يكون امر صناعي واحد وفي امر صناعي هنا ولا يكون امر صناعي اتنين ودي كده ده كده ايه الارض بقول لي ليه الامارين دول ما بيستضموش ببعض اولا كده هقول له لان السرعة المدارية هقول كده لان السرعة المدارية اللي بيتحرك بها الامر احنا عارفين انها V بتساوي جزر GM على R السرعة المدارية هنا بتعتمد على كتلة الكوكب ونصف كتر المدار فبالتالي كتلة الكوكب ونصف كتر المدار مقدار ثابت دول كده مقدار يا شباب مقدار ثابت فبالتالي السرعة المدارية تظل مقدار ثابت فالمسافة بينهم تظل إيه ثابتة يبقى اقول له بقى يا شباب لان السرعة المدارية اللي هي V بتساوي رود جزر GM على R و R و M ده مقدار ثابت تكون السرعة المدارية مقدار إيه يا شباب مقدار ثابت فتظل المسافة بينهم ثابتة يبقى المسافة بينهم هتفضل ثابتة مش هتتغير ده كده السؤال رقم 14 نيجي للسؤال رقم 15 السؤال رقم 15 بولي الشكل المقابل يوضح جسم كتلده ده M بتاعته يتحرك فيه مصار دائري أوفكي بسرعة منتظمة تحت تأثير كوة جزبة مركزية ده اللي هي من يا شباب ال F C احسب الزمن الدوري يبقى هو محتاج من T طبعا مبدئيا كده يا شباب مبدئيا أنا عندي F C بتساوي M V تربيع على R واحنا عندنا ان V بتساوي 2 باي R على T فهاخد الجزء ده كله وحطه مكان مين السرعة يبقى في الحالة دي الكوة الجزبة المركزية هتساوي M طبعا التربيع هينزل على ال 2 يخليها 4 وعال باي يخليها التربيع والR تربيع بس فيه R تحت فالتربيع يروح مع الR يبقى R على T تربيع طبعا احنا محتاجين مين يا شباب محتاجين T فنضرب طرفين في وسطين وناخد جزر عشان نخلص منين من التربيع يبقى T عندنا هتساوي ادي الجزر التربيعي ل4 M باي تربيع R على F C ونبدأ بقى نحط ايه الارقام بتاعتنا ونشوف ايه ده الربعة في الكتلة واحد في الباين نسيبها زي ما هي ونعوضها بالقلة الحسبة زي ما هي في نصف الكتر طبعا نصف الكتر من دولي اها 4 على F C ال F C في الحالة دي هو مدهالي بكام مدهالي بميت نيوتن وابدأ بقى بالقلة الحسبة كل ده بالقلة الحسبة يطلع كام يا شباب هيطلع واحد وستة وعشرين من مية ثانية يبقى الزمن الدوري بيساوي واحد وستة وعشر من مية ثانية ده كده سؤال رقم خمستاشر نيجي للسؤال رقم ستاشر بولي يدور كاميران صناعيا حول الارض فاذا كان كاميرا الاولان يدور في مدار متزامن خلي بالكم من كلمة متزامن مع الارض ده معنى ان هو مدزامن مع الارض يبقى الزمن الدوري بتاع الامر بيساوي الزمن الدوري بتاع الارض ناخد بالنا من الكلمة دي قال لي مع الارض نصف كتر المدار ده اللي هو Ar والامر الثاني يدور في مدار اخر زمن الدوري اللي هو T بتساوي كام اثناشر ساعة احسب السرعة المدارية للامر الثاني طبعا لو احنا ملاحظين يا شباب احنا عايزين نجيب احنا ما عندناش اللي هو نصف الكتر والزمن الدوري فاحنا فيه علاقة خدناها قبل كده وحلينا عليها كتير قوي ان العلاقة بين الزمن الدوري والنصف الكتر بنقول ان دي تربيع بتتناسب طردي مع R تكايب ناخد بالنا من العلاقة دي لان العلاقة دي خدناها كتير جدا جدا وحلينا عليها مسائل وأثبتناها قبل كده أكتر من مرة يبقى في الحالة دي هقول أن T1 تربيع على T2 تربيع هيساوي R1 تكعيب على R2 تكعيب وأبدأ بقى هو طبعا قال لي أن هما الأمران صناعيا فيه فإذا كان الأمر الأولين يدور متزامن مع الأرض يبقى معنى كده أن الزمن الدوري بتاعه بيساوي نفس الزمن الدوري بتاع الأرض والزمن الدوري بتاع الأرض كام يا شباب 24 ساعة يبقى T1 تساوي 24 ساعة تربيع والزمن الدوري بتاعه الثاني 12 ساعة تربيع هيساوي قال لي نصف كتر الأولاني اللي هو 24 و 23 في 10 السبعة يعني بيساوي 4 علامة 23 في 10 السبعة ناخد بالنا أن كل ده تكعيب والسبعة كل ده تكعيب على طبعا الر تكعيب احنا محتاجين R2 طبعا هنضرب ده في ده ونقسم على ده والناتج اللي يطلع هناخد الجزر التكعيبي وطبعا نحسابها بالقال الحسبة يبقى في الحالة دي R2 فهيكون R2 بتساوي A2 و 66 في 10 سبعة طبعا متر ده كده نصف كتر A المدار بتاعه الثاني وإحنا عايزين السرعة المدارية للتاني فهنقول أن السرعة المدارية للتاني اللي يال V بتساوي 2 باي R على T طبعا كل حاجة بقت موجودة قادل 2 في البي في الار هنا اللي احنا لسه جابنا اتنين و 66 من 100 في 10 سبعة على الزمن الدوري اللي هو 12 ساعة طبعا 12 ساعة فهيضربه في 60 دقيقة في 60 ثانية وابدأ أجيب كل ده بقى بالقال الحسبة تطلع 3 8 7 في 10 سبعة 3 متر لكل ثانية ده كده السرعة المدارية للأمر الصناعي التاني ده كده مسألة رقم كام 16 نيجي للسؤال 17 بولي سلك يمر عبر فتحة في منضطة يتصل بطرفيها كتلته M يعني في سلك نازل كده وعليه كتلة A M تتحرك بسرعة V قال لي طبعا ده كده اللي هي ال M1 اللي هي مربوطة في الخيط النازل والخيط مربوط في من تحت M2 وقال إنه هو بيتحرك بسرعة A M في دائرة منتظمة نصف كتلة A R ومعلق في طرفيها الآخر كتلته A M2 كما بالشكل أوجد R بتلالة كل من M1 وM2 وV ويجي مع أهمال قوة الاحتكاك أولا الجسم ده بيتدور في مصار دائري يبقى ال F C بتساوي احنا عارفين عايزين يا شباب هنا عايزين ال R فهنا هنقول إن ال F C بتساوي M V تربية على R ده كده اللي هي الكوة الجذبة المركزية اللي بتخلي الأمر الجسم ده يتور في مصار دائري طبعا يا شباب واحنا عارفين في الحالة دي اللي بيخلي الجسم يدور في مصار دائري في تربية على R طبعا احنا محتاجين مين يا شباب محتاجين ال R يبقى من هنا كده هضرب طرفين في وسطين يبقى ال R بتساوي M1 V تربية على M2 G يبقى احنا جده اجبنا نصف القطر بدلالة مين يا شباب بالتلاتة الكتلة الأولى وكتلة التانية والسرعة وعجلة الجاذبية ده كده نصف القطر ده السؤال الرقم 17 وآخر سؤال في الاختبار التاسع كده احنا خلصنا الاختبار التاسع وكده يبقى خلصنا النهاردة اشوفكم إن شاء الله في الاختبار العاشر ان شاء الله يلا اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته